السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير اسواق المال في فقرة التحديث الصباحي لتحركات مؤشر الداو جونز الفنية على المدى القصير ليوم الخميس الموافق الخامس عشر من اغسطس من العام الفين واربعة وعشرين اذا اخواني لعزاء نشاهد مؤشر الداو جونز يقف بالقرب من منطقة المقاومة الهامة والماثلة عند مستوى الاربعون الف ومائتين والذي لن يستأنف ايجابيته مجددا ويخلق الفرص الشرائية الا باختراق مكتمل الشروط والاركان لمستوى الاربعون الف ومائتين على فريم الخمسطاش دقيقة حينها سوف نشاهد موجة صعود تستهدف مستوى الاربعون الف وستمائة وايضا الواحد واربعون الف اما فشل تخطي مستوى الاربعون الف ومائتين قد يعيد مؤشرة داو جونز للدخول في ظل موجة تصحيحية هابطة يعيد اختبار مستوى التسعة وثلاثون الف وثمانمئة مجددا من خلالها اذا اخواني لعزاء نذكر اننا نترقب بيانات هامة جدا اليوم على الدولار الامريكي تصدر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وسوف يكون لها التأثير مباشر على تحركات مؤشرة داو جونز وحتى اللحظة اخواني لعزاء سوف نكون معكم باذن الله تعالى لنتحدث عن تأثير هذه البيانات بعد الانتهاء من صدورها اذا اخواني لعزائي لهنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة اشكر لكم عسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي امان الله